رفع الشيخ عمر بن حبريش العلي وكيل أول محافظة حضراموت رئيس مؤتمر حضراموت الجامع رئيس هلف قبائل حضراموت التعازي الصادقة وعظيم المؤساة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وإلى القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي بحضراموت واستشهاد ضابطين وإصابة آخر ضمن قوات الواجب بمدينة سيهون وأدان الشيخ بن حبريش هذا الاستهداف الإجرامي الغادر والتي ينبدوها ويرفضها المجتمع الحضرامي قاطبة مواجهة الجهات المختصة العسكرية والأمنية في الوادي والصحراء بتتبع لجونه وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ليان أهل جزاؤهم الراتع وأشار الشيخ بن حبريش لأن الجهود المشتركة لمواجهة هذه الاختلالات يضمان إطار توجهات حلف قبائل حضراموت ومتمر حضراموت الجامع وقال بن حبريش لنقبل بني وصاب أي شخص على أرض حضراموت ونرفض أن تكون حضراموت محل تصفية للصراعات ترجمة نانسي قنقر